موسيقى خاض مارتين سولتيس يوما صعبا في فئة الشاحنات خلال المرحلة الخامسة لكنهما يزال في المركز التاسع في التلتيب العام كان باسكال ديبار سائخا آخر افتقر للوتير على الرمال المخادعة ليتواجد في المركز الثامن عاد يانوس فان كاسر من العثرات التي واجهها مبكنا في دكار ليحتل المركز السادس في التلتيب العام يبدو من غير المرجح ان يواصل ادوارد نيكولاييف سلسلة انتصاراته هذا العام لا سيما مع سياراته العالقة في الصحراء حتى الان تراجع الليلو بريع ركب الصدارة بفرق 23 دقيقة منهن المرحلة في المركز الخامس يتواجد في المركز الرابع ضمن التلتيب العام ما يزال سيارهي بيازوفيتش يضغط بعد خساراته للصدارة حيث اكمل اليوم رابعا على نحو ابطأ بكثير من معسكر كماز يحتفظ اندري كانجينوف بصداراته لفئة الشاحنان في فارق يناهز 15 دقيقة حيث اكمل مرحلة اليوم في المركز الثالث بعد تصدره لمعظم المرحلة الخامسة واقترابه من حظ فوزه الثاني على التوالي تراجع اندون شيفالوف للمركز الثالث اليوم يتقدم الى وصافة التلتيب العام لمع ناجم ديمتري سوتليكوف اليوم حيث قطع المرحلة الخامسة في 4 ساعات و 12 دقيقة بفارق 20 دقيقة فقط عن فئة السيارات يكمل ثلاثية كماز ويحتل المركز السابع في الترتيب العام